ربنا يا رحمة طيب شريف عامر كان ترند بسبب انه كان عنده مقابلة مع المطربين او المؤلفين او المؤدين لاغنية ايه؟ فاكرنا شايماء اغنية شايماء كان الترند على مدى 3-4 ايام وشريف جاب وحل للظاهرة وجاب اتنين متخصصين ناس كتير جدا انتقدته هو رد عليهم كمان زي منا كمان عامر عبد الحميد كان جايب برضو عامل مداخلة مع الاتنين واحنا رصدناها لو تفتكر يوم التلات كنا اول ناس رصدنا فكرة ان فيه ترند اسمه شايماء وماردناش نجيب له اغنية لكن كانت اغنية فيه اهتمام بناس اوكي فيه نوع مع انواع المزيكة او نوع مع انواع السخرية موجود مهم جدا الاعلام لا توقف انت رأيك في ده مهنيا ايه؟ انا مهنيا مع طبعا طبعا اي قصة الناس بتهتم بيها لازم اجيبها وحل اللي هي الفكرة كلها في المعالجة وشريف استاذ وشخصية اعلامية نموذجية يعني طبعا طبعا يا جماعة احنا في الاعلام مش دورنا مفروض نقولكوا تحبوا ايه ما تحبوش ايه او تختاروا ايه او ما تختاروش ايه احنا دورنا ننقل لك وقائع حقائق معلومات بارقام باحصاءات وانت تحب او ما تحبش ده قرارك مش قرار الصحفي او الاعلامي اشتركوا في القناة